اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اقتصادكم نقدم فيها ما يهمكم من شؤون الاقتصاد والاعمال والتجارة وحلقة اليوم نخصصها للحديث عن الاثار الاقتصادية لفيروس كورونا بمنطقتنا العربية وفيها الحكومة الكويتية تدعم مصانع المعقمات بالمواد الاولية لزيادة الانتاج وتلبية الطلب المنطقة المتزايد عليها وبسبب المخاوف من بيروس كورونا حالة من الترقب تشود اوساط المستوردين المصريين خوفا من تعطل صفقاتهم التجارية مع الصين وفي المملكة الاردنية البحث عن بدائل البضاعة الصينية التي تراجع استرادها بسبب بيروس كورونا أدى تفشي حالة الذعر في العالم من بيروس كورونا إلى تزايد الإقبال على مواد التعقيم والمطهرات لتناقص الكيميات المعروضة منها عالميا وتساعد الحكومة الكويتية في تأمين المواد الأولية لمصانع المطهرات ومواد التعقيم لتعويض النقص الذي سببته كثرة الطلب عليها بسبب البيروس لم تعود هناك أي بقعة في العالم محصنة ضد فيروس كورونا الكويت شأنها شأن كثير من الدول تعمل جاهدة لاحتواء هذا الوباء وتعد حملات التوعية إحدى أهم الوسائل المستخدمة لمنع تفشي المرض حملات تركز على ضرورة تعقيم اليدين وأماكن العمل ما خاوف سكان الكويت دفعت كثيرين منهم إلى التسابق لإقتناء مواد التعقيم وغيرها من اللوازم الطبية وبدأت تنفذ كثير من هذه المواد من الأسواق المصانع المحلية وجدت نفسها أمام طلب استثنائي غير مسبوق السوق الكويتي لما كافينا ويكافي الجميع الشر انتشر فيه انتشرت قام المستهلك بهلع فقام يلجأ للأسواق ويسحب كميات كبيرة يسحب أكثر من حاجته الشركات التي بدأت تعمل بأقصى طاقتها على مدار الساعة وجدت نفسها أمام معضلات كبيرة أخرى فالمواد الأولية الضرورية للتصنيع بدأت هي الأخرى تنفذ مما دفع بالحكومة الكويتية إلى مد يد المساعدة لتأمينها بأسرع وقت مجلس الوزراء قرر تسيير جسر جوي لأحضار هذه المواد الأولية التي تقطي احتياجات السوق فعملنا خطة سريعة وعملنا خطة طويلة بحيث أن نستمر في أحضار هذه المواد من خلال جسر جوي التي لم يقصرت الدولة مشكورة وفرتها لأحضار هذه المواد توزع على المصانع الكل يعمل حسب طاقة الإنتاجية لتقطية احتياجات السوق وتقول هذه الشركات أن جهودها تأتي تلبية لمسؤولياتها المجتمعية مؤكدة أن نجاح مساعيها يعتمد على جهد مشترك بينما تشهد شركات المستحضرات الطبية المرتبطة بالوقاية من كورونا رواج كبير اتجارتها تعاني شركات السياحة والسفر انخفاضا كبير لعملياتها بسبب القيود التي وضعت على السفر من الكويت وإليها في هذا السوق الرئيسي للسياحة والسفر يظهر بجلاء تأثير كورونا على هذا القطاع فلا تكاد تلمح أحدا يحجز تذكرة سفر إذ بعد أن طلبت الكويت المواطنيها العودة إلى البلاد ونصحتهم بعدم السفر انخفضت عمليات شركات السياحة والسفر إلى مستويات قياسية احنا صار لنا سنين أكثر من 20 أو 25 سنة في مجال الطيران أول مرة تنزل عندنا النسبة هذه اللي هي انت تقدر تقول أقل من 10% يعني نادر انت تقعد لك بالسبوع الحين ما تحصل لك أي زبون يدخل المكتب يسألك عن وجهه وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس لشركات السياحة والسفر إذ يبدأ في هذا الوقت عادة العروض الصيفية التي تشكل حصة الأسد من تجارة السفر في الكويت ويبقى محبوظ سفر متعلقين به رغم الظروف مسافر كونيا رحالة وعضو جمعية رحالة الكويتين نعم مسافر لكن مو بالدول اللي حضرت منها وزارة الصحة العامة وبينما يؤكد مصنع مواد التعقيم تصميمهم على توفير احتياجات السوق في هذا الوقت الاستثنائي يأمل القائمون على قطاع السياحة والسفر أن تنتهي الأزمة قبل حلول موسمهم الرئيسي الذي كانوا جاهزون له منذ أشهر سعد العنزيس كانوس عربية الكويت وفي مصر تسود حالة من الترقب الحذر أوساط المستوردين تحسبا لاحتمال تصاعد واترة انتشار فيروس كورونا في الصين مما قد يتسبب في تعطل أو تأجيل وصول الصفقات التجارية المتفق عليها وفي الوقت ذاته أشعى إعلان الحكومة الصينية تراجع عداد الضحايا والمصابين حالة من التفاؤل الحذر هناك الصين هي الشريك الاقتصادي الأهم لمصر وتقول الإحصاءات الرسمية أن مسلزمات الإنتاج وسلع الوسيطة المنتجة في الصين تمثل نحو 80% من حجم الواردات المصرية التقارير الرسمية تشير أيضا إلى أن تطورات ظهور وانتشار فيروس كورونا في الصين وعدد من دور العالم لم تؤثر حتى الآن على الصفقات المعقعة بين المستوردين المصريين والموردين الصينيين ولكن يخشى متابعون احتمال تصاعد واترة تأثير الوباء على الوشهات الصناعية في الصين ما قد يسبب أزمة الاقتصادية في مصر من جراء تعطل أو تأخر وصول السلع الرئيسة والوسيطة الداخلة في الكثير من الصناعات نظامت الصحة العالمية قالت أن آب ينتشر المرض بس فيه سيطرة عليه فيه شفاء في بعض الحالات عدد الحالات التي توفت 3000 من 70 ألف حالة مصابة عدد الحالات الشفاء بتتجاوز 3000 وال4000 حالة على مستوى مدار الإسبوع بالكامل عدد الحالات المصابة بيت أقل بكثير في الأسبوع داعاً بداية انتشار الوباء على هامش ظهور وانتشار فيروس كورونا تناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية حدوث أزمات عدة من بينها اختفاء الكمامات الطبية من الأسواق وارتفاع أسعار بيعها خاصة بعد أعلان الجهات الصحية الدولية والمصرية عن حزمة الإجراءات الاحترازية ومنها ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة لتلاف الإصابة بفيروس كورونا مصادر رسمية قالت أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير عدة تحسباً لأي تطورات منها وقف عمليات تصدير الكمامات إلى الخارج وفي الوقت ذاتي عدت خطة لمدعفة الإنتاج المحلية من الكمامات كمامة دي النهاردة لا قدر لله وحصل أي حاجة هتبقى لها اهتمام أنها تكون موجودة فأنت النهاردة استحالها والحمد لله مصر والجهات الرقابية جواه مصر لا صحي أول الموضوع ده يعني لن يحدث أن مصر توافع على تصدير كمامة واحدة في الوقت اللي هي البلد محتاجها أو احتمال تحتاجه وبالتالي ده لن يتم خروج أي كمامة ولن تستطيع أي مصر مصنع أن يطلع بره من جانب آخر حزت جهود الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا تقدير العديد من الجهات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية تفاؤل مشوم بالحذر في أوساط المستوردين المصريين بعد الإعلان في الصين عن تراجع عداد الدحايا والمصابين بفيروس كورونا مقارنة بالأعداد التي سجلت في الأسبوع الأولى لاكتشاف الفيروس في الوقت ذاته لا تزال التخوفات قائمة من تراجع التجارة البينية بين مصر والصين إذا لم تتحقق السيطرة الكاملة على هذا المرض محمد صراح الزهار سكاينيوز عربية القاهرة والمزيد عن الموضوع ينضم إلينا من بيروت الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات لمينة رسيرش فارتنس وليد الحيك أهلا بك سيد وليد وكنا قد تبعنا تقرير من الكويت وتبعنا فيه أن هناك طلب كبير على المطاهرات والأقناعة الطبية وأن الدولة تتدخل لمساعدة المصانع في توفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج ما هي الإجراءات الأخرى التي يجب أن تقوم بها الحكومة لضبط السوق من الصعب أن حصر الإجراءات التي يمكن أن يقوم بها يعني هو التكيد بالورد هيلس أورجانيزيشن بإشارات الورد هيلس أورجانيزيشن هو أفضل حل ممكن بالوقت الحاضر الإبتعاد عن التجمعات السكنية الاستعمال المطاهرات ولكن كلها أمور بعدها بشكلها البدائي يعني اليوم أنت ما زلت في أول طور تفشي مرض معظم الأطباء ومعظم الخبراء يقولون أنهم يجهلون مكامنه طرق انتقاله وليس هناك أي أي شو بيقصين لهذه المرض أنت بعدك بمراحل أولية فلا يمكن حصر الموضوع لا من الناحية الطبية ولا من الناحية الاقتصادية ولكن يمكن قراءة مؤشرات معينة يعني الإبتعاد عن تجمعات الإبتعاد عن السفر في حال عدم وجود ضرورة معينة إلغاء التجمعات بالحديث عن الإبتعاد عن السفر يعني هناك تراجع في الإقبال على السياحة والسفر بسبب فيروس كورونا ما هي الأثار المترتبة على ذلك اقتصاديا مثل ما قالت من الناحية الاقتصادية بالاقتصاد الحقيقي هناك صعوبة بالوقت الحاضر أن تقوم ب إيجاد أرقام دقيقة لمدى تأثر الاقتصاد الحقيقي بالكورونا خصوصا أنه بعده بأول مراحل تطوره يمكنك أن تقرأ بعض الإشارات من حركة الأسواق المالية حركة أسواق النفط حركة أسواق الشركات التي تعتمد على السلع شركة السلع يمكنك أن تتوقع أن هناك مشكلة في سقة المستثمرين وسقة الإنفاق الناس ستبتعد عن الإنفاق غير الضروري إذا بقيت حركة الأسواق المالية على إنحدار يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية يعني يصبح هناك كساب اقتصادي من خلال الأسواق المالية مؤثر عليه من الأسواق المالية لأن إنحدار الأسواق المالية يمكن أن يؤثر على الإدخار وذلك سيؤثر على سقة الإنفاق وسقة الاستثمار بشكل عام مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل حوالي 80% من وردات مصر من الصين وكذلك يعني معظم الدول العربية تستورد من الصين بشكل كبير كيف ترى يعني تأثر السوق في المنطقة نتيجة غياب هذه المنتجات هناك تأثر على المدى المنظور قصير الأمد وتأثيرات بعيدة الأمد التأثيرات القصيرة الأمد هناك سيكون هناك فجوة في التوريد وهناك فجوة في الإنفاق أيضا يعني من ناحية الطلب سيكون هناك فجوة في الإنفاق وفجوة في الاستثمار ومن ناحية العرض يمكن يأثر ذلك على فجوة في التوريد يعني يمكن أن يكون هناك طلب على بعض المواد ولكن لا يمكن تأمينها لأنه لا يوجد هناك حاويات كافية أو لا يوجد هناك بضائع كافية من الصين بسبب انقطاع الصناعة من الصين على المستوى طويل الأمد هناك أسئلة عديدة ستطرحها هذه الأزمة يعني نحن يمكن أن نقارن مع السارس هونغ كونغ سارس بالواحدة وتسعيق بالألفين واثنين أو ما بعده من بعد السارس تطور الأونلاين الأونلاين شوبينج فأنت اليوم بسبب إكفال المدارس بسبب إكفال الأماكن العامة هناك يمكن أن يكون هناك ضغط أكثر على الحكومات لتأمين دراسة أونلاين أو خدمات حكومية أونلاين هناك أيضا سؤال كبير يمكن أن يطرح على لا مركزية الصناعة العالمية وذلك موضوع عالمي هل التركيز الصناعة العالمية في الصين فقط هل هو مجدي هل هو ليس من دون مخاطر اليوم نحن نجد أن في حال هناك مشكلة في الصين الاقتصاد العالمي يمكن أن يتأثر من وراء الصناعة يعني فيمكن أن يكون ذلك إيجابيا لبلدان مثل مصر التي ترتكل على الصناعة وتوريد الصناعة نعم ابقى معنا سيدي ونعود بعد ذلك إليك مرة أخرى فصل قصير ونتابع بقية موضوع الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل انتشار الفيروس بدأ ينفد بينما لم تستقر الحكومة على بديل آخر يوفر السلع للمواطنين بأسعار معقولة في الوقت الذي تغرق فيه الأسواق الأردنية بالسلع والبضائع ذات المنشأ الصيني فإن التجار يشتكون من تراجع مستورداتهم بعد تفشي فيروس كورونا في الصين حيث أصبحت عمليات الاستيراد تخضع لمحاذير وقيود عدة أما المواطن فلم يؤثر انتشار الفيروس في خياراته الشرائية شهيحة جدا كل يوم عن اليوم عادة بتنقص البضاعة وما في بديل ولا بأي مكان ما في بديل حاولوا التجار كلية أن يشوفوا بلدان تانية ما زبط المواطن الأردني وضع المادة كثير سيء بصراحة كثير كثير وضعها الصينية تقدر الغرض هي ليست جيدة 100% ولكن تقدر الغرض كل إنسان حسب قدرته وضع المادة جيد يمكن يشتري أجود شوي الوضع المادة نص نص يمكن يشتري بضاعة صينية فما بتأثر يعني الفيروس ما له أي تأثير بصراحة يعني أنا من وجهة نظري الجهات المختصة تحاول طمأنة المواطنين وتؤكد أن البضائع والسناعة متوفرة لكنها تخشى نقص إمدادات الأسواق إذا استمرت أزمة فيروس كورونا نتحدث عن إذا ما طالت الأزمة شانيك إحنا في الغرفة عملنا خريط أزمة مع الجهات كلها ونبحث عن بدائل في حال استمرت الأزمة في الصين والإقلاق والمنع الأخبار متضار من الصين لا نعرف متى ستنتهي وانتشار المرض في أكثر من 60-70 دولة هذا حدث إرباك فإحنا نتابع الحدث يوم بيوم كغرفة التجارة لأنه بهمنا ما يصير فيه نقص في أي مادة تبحث الأسواق الأردنية عن وجهات استيراد أخرى عوضا عن الصين لكنها لم تستقر على بديل آخر فالخيارات المتاحة أكثر تكلفة في أسواق الأردن لا يدقق المواطن في منشأ السلعة إن كانت من الصين أم لا بل يبحث غالبا عن الثمن الأدنى الذي يناسب مقدرته الشرائية نايف مشاقبة اسكينوز عربية عمان وللمزيد نعود لضيفنا من بيروت الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في مينا ريسيرش بارتنرز وليد الحايك أهلا بك سيد وليد مرة أخرى ودعني أسألك عن الاقتصاد الأردني هل يتحمل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا بالوقت الحاضر مثل ما نبين أنه ماشي الحال بس مثل ما قال الأخ من غرفة التجارة والصناعة المشكلة هي هل نعرف إلى أي مدى سيصل انتشار هذا الوباء هل نعرف إلى أي مدى الفجوة فجوة التوريد ستكبر وتكبر وتتسع من الصين الذي نعرفه هو أن الحكومة الصينية باشرت باتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز الاقتصاد ولتحفيز الصناعة ولكن هناك خلل كبير في التوريد البضائع من الصين لا نعرف ولا أحد يعرف مدى تردداته على المستوى الطويل الأمد هناك حاجة عالمية أصبحت واضحة في توزيع مخاطر التوريد يعني هو خطر أيضا في حال صار في مشكلة بالتوريد من هالمصدر هذا تواجه مشاكل كما يواجهها الأردن أو مصر أو غير هل هناك بدائل سيدي هل هناك بدائل يمكن الاعتماد عليها كمصدر آخر للبضائع وتكون بأسعار معقولة مثل البضائع الصينية يعني هو المشكل أنه الموردين أو المنفقين متعودين على مستوى أسعار معين هل سيكبرون بدفع أسعار أعلى بقليل لأنه من الصعب المضاربة على الأسعار الصينية والتماشي مع الأسعار التي يمكن أن تحصل عليها عندما تأتي بالبضائع من الصين فهناك مشكلة من هذا النوع وعادة بالعامل النفسي للإنفاق والاستثمار هناك مقارنة مع الأسعار السابقة وهناك مشكلة انتظام مع الأسعار الجديدة والبضائع الجديدة إذا تحدثنا أيضا عن السياحة في المنطقة العربية وممكن أن نأخذ مصر كمثال على هذا الموضوع مصر كانت تعاني في السنوات الماضية من تراجع السياحة بشكل كبير ولكن تحسنت الأمور في السنة الأخيرة يمكن بشكل أكثر وضوحا هل تؤثر السياحة أو تتأثر السياحة بكورونا في المرحلة القادمة؟ أكيد هو التأثر على حركة الملاحة العالمية والتأثر على حركة النقل العالمية بالإضافة إلى إلغاء التجمعات الكبيرة السياحية أو حتى تجمعات الأعمال يعني الكونفرنس بيزنس كونفرنس أو الكونسورت أو التجمعات السياحية كلها تأثر بالمدى المنظور هلأ أفضل طريقة للتعامل مع الموضوع للحكومات هو أن تتخذ الاحتياط في حال في حال تابعت الأزمة في الإنحدار وأن تحتاط إلى المدى البعيد لعدم التأثر في مرات قادمة إلى هذا الحد بمثل هذه الأزمات مثلاً الأحتياط الطبي أو الوقاية الطبية في المصانع في الأماكن السياحية يعني أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار وبشكل جدي وإرساء قواعد جديدة للرعاية الصحية في الأماكن العامة يجب استعاد سقة الناس أنت تحدثنا من بيروت ولبنان من الدول التي تأثرت أيضاً بفيروس كورونا كيف سيواجه لبنان هذا الفيروس في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها حالياً لم يكن ينقص لبنان الكورونا ولكن بشكل عام لبنان قد أصبح بشكل عام اقتصاد مغلق ما عدا اللبنانيين الذين يعملون في المنطقة الذين تأثروا بعض الشيء لبنان سيعاني من هذا الموضوع كأي بلد آخر لا يمكن فصل البلدان عن بعضها هي أزمة عالمية أنا بتذكر وقت اللي صارت الساب كرايم كرايسيس هناك الكثير من جهابزة الاقتصاد بدأوا ينظرون في أن البلدان العربية لن تتأثر وهذا موضوع أمريكي وسبرايم وشو دخلنا بالعكارات في الأسواق العالمية وكذا لا موضوع الكورونا إذا أكمل في هذا الاتجاه وإذا تسعى يمكن أن يصل إلى أزمة اقتصادية عالمية وليست نحلية وذلك سيؤثر على سياسات كل دول منطقة بما فيها لبنان الضغط المتزايد على الحكومات لتحديث خدماتها والتحديث الوقاية الصحية والتحديث الإجراءات وعلى الشركات الخدمات مثل شركات الإنترنت وشركات الآيتي وغيرها لإيجاد حلول بديلة لمثل هذه الأزمات عندما تكون هذه الأزمات متفشية ويجب على الناس ملازمة منازلها وأماكنها كيف يمكن تأمين الخدمات الضرورية وخدمات الأشغال لهذه الناس بطريقة أفضل الـ Online Delivery والـ Online Education مثلا المدارس اليوم مكفلة في لبنان ومكفلة في عديد من دول العالم هل ممكن متابعة الدراسة من المنازل Online Education يلي لم يكن باختراق حتى الآن هذه الخدمة لم تخترق الأسواق حتى الآن يمكن أن تخترقها بعد أزمة وأيضا العمل من خلال العمل من خلال المنزل أو ممكن العمل من خلال استخدام الإنترنت في العمل قد يكون ذلك حلا لسيطارة اقتصاديا أو تقليل أثار الاقتصادية لبيروس كورونا على الأكيد على الأكيد وهذا هو الحل يعني هو من بعد السارس مثل ما قلنا صار الـ Online شوپنج انتشر بشكل كبير واليوم يجب النظر كيف يمكن لباقي الخدمات أن تؤمن من خلال ملازمة المنازل أو الأماكن الغير مقتزة أو عدم النزول إلى المدن أو أخذ الطائرات يعني والسفر في حال عدم وجود ضرورة بشكل عام لا داعي للهلع هناك داعي لأخذ موضوع بشكل جدي هناك داعي للحكومات أن تحتاط إلى أكثر درجات الأحتياط على المدى المنظور وعلى المدى الطويل أن تجد حلول لمثل هذا الوباء لأن العالم أصبح مقتز بالسكان وأصبح معرض أكثر لأوبئة جديدة لم نعرف بها من قبل وانتشارها بسرعة بكون الموبيليتي تبع الناس يعني الموبيليتي السوشيال الموبيليتي تبع الناس تطورت أكثر فأكثر نعم أشكرك شكرا جزيلا لك من بيروت الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في مينا ريسيرش بارتنرز وليد الحايك شكرا جزيلا لك إلى هنا مشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من اقتصادكم والتي خصصناها للحديث عن بيروس كورونا موعدكم مع حلقة أخرى وقضايا جديدة في الأسبوع الماضي إلى اللقاء